يقول الله جل وعلا في صورة البقرة وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال ابن كثير في تفسير هذه الآية يحكي الله جل وعلا عن حال الكفار في الدنيا ومآلهم في الآخرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا ونُظرا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحبه ويوقرونهم والذين آمنوا أشد حبا لله يعظم عند المؤمنين ربهم تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وده الواقع الآن في ناس بيحبوا الشيخ زي الله واحد يقول لك الشيخ أداني نظرا نظر لي ده شيخ الختمية واحد قال لي أن أول ما جيت خاشي الطريقة الشيخ أداني نظرا كده نظرا ما أمصدق ذاته إنه الشيخ الدجال إنه أعين له لذلك في بعض الطرق يعتقد المريد إذا زكاه شيخه فكأن ما غفر له وده الحب ذاته شاكده بتلقى الناس ديل بيعبدوا الشيوخ وبيعبدوا السادة بتاعينهم وبيدهم حق الله لأنه بحبهم كحب الله الجيل بتعطاب ده قاعد في الصالون بتاعه وكمية من الدراويش يمدحه ده ثلاثة واحد سجد له عديل ده الحب ذاته كحب الله شاكده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب دي المشكلة الكبيرة بعدين هناك تا ممكن هنا في الدنيا دي تلخبط وتشرك وده موضوع بتاع الدنيا ممكن في نهاية تتوب في نهاية حياتك تتوب لكن إذا مدت بالعغيدة دي بعدين هناك في ورطة مع الشيخ بلوموك التوشيخ سوا اللي اتنين ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وأن الله جل وعلا يعذب عباده المشركين وتغطعت بهم الأسباب أسباب المودة وأسباب النصرة لأنه إن في الدنيا بيكون في حب شديد زي ما قال إبراهيم الخليل في صورة العنكبوت قال قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا هنا بشاكل في الشيخ تقول لها البرعي الضال والبرعي دعا الشرك والكفر بشاكلك ويموت عشان الشيخ هناك بتتقطع الكلام ده من تيه كله شاكد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وقال إنما اتخذتم من دون الله أندادا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين يوم القيامة هناك بتشاكلوا الشيخ والحوار ربنا قال إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب جماعة تابعينهم السادة ديل بتبرأوا منكم يوم القيامة شاكد ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف وقال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون يا الله ديل ناصر الشيوخ أضلون في الدنيا أهم ديل السادة السادة أنا عبدا ليكم نادى أستاذك يا فقير كون عنده زليل حقير ليه أخدم كالصغير لا تميل أبدا لغير شيخك ده البتخدمه والبتبروكلات تحت والبشيلم ويتلوضه بتاعته تتمسح بها يوم القيامة بتنكره هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار يا الله ديل دبي الله ماتنين مرتين لأنه ديل ضلون ضلون في الدنيا ولا ما ضلون ضلون شيخ أحمد التجاني شيخ الطريقة التجانية قال عندي صلاة الفاتح لما أغلق دي أفضل من القرآن في تجانية ماسكين في ألاسي خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم دي أحسن من القرآن قال لي ستة ألف مرة في تجانية ضلوا للليلة ماسكين في صلاة الفاتح ديل بعدين بيقولوا لأ الله هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار ربنا قال قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لي اتنين الشيخ والحوار ربنا ابدأ باللم قال لي اتنين لكل ضعف ولكن لا تعلمون عشان كده في سورة يونس ربنا قال ويوم يحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم الشيخ والحوار كيف هنا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم أي ميّزنا بينهم كما قال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يتميّزون وقال شركاؤهم ما كنتم إيّانا تعبدون البرع بيقول للدراويش المعاو وأمثاله أي شيخ يوم الغيامة بيقول للجماعة المعاه أبنى عرفك إيشنا أبنى عرفكم أنا ما عندي بيكم شغل أبدا بيُنكُرُون شكد ربنا قال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مشركين والله لو ما إتم لكنا مؤمنين لو ما إتّى الشيخ البرع قوماك نزاور هذا البرع هذا الكتاب بتاو للأولياء الأغطاب لهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بلغيب باطن ظاهر دل الشيخ بتاعنا الصوفية قالوا بيعلموا الغيب وكذابين كذابين لأن ربنا قال ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الغيب ده حق الله يا صوفية ما في شيخ طريقة عنده حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون في صورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى يقول ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم ويوم نحشرهم جميعا في صورة إبراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء يا أبونا الشيخ نحن كنا تابعينك في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شكد ربنا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تتبرأوا منهم الملائكة فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وتقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وتتبرأ منهم الجن كما قال الله جل وعلا ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وكذبوا فلو أنهم عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى عبادة الأشياخ تاني برجع بيشركنا كان رجعوا الدنيا تاني برجع بيشرك شكد ربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون لو رجعوا تاني بيقع على الشرك ولا الكفر بأله سبحانه وتعالى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم حسرات يعني العمل الصالح العمل في الدنيا من صيام وصلاة وحج ربنا سبحانه وتعالى يجعله هباء منثور كما قال الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملوا فعملوا كلوا بحبط وربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الأعمال العملوه كل ربنا بيحبطه شكد ربنا سبحانه وتعالى قال فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله ربنا بورهم أعمالهم الصالحة فيجعلها عليهم حسرات فتكون عليهم حسرات لأنها تكون هباء منثورة جمعنا قبل قلت تكلمة سناك المدي عن أهل النار وإنه الناس اللي بيكونوا في النار وكده وده يعني خطأ اللي هو لما ذكرت البرعي في إنه البرعي يعني جوه النار بيقول كده كلام ده خطأ وزلة وقعت مني فحببت أن أنبه إلى ذلك ونحن لا نشهد لأحد بأنه في النار ولكن نرد على عمله الذي وقع فيه فاستدركته ذلك وأردت أن أبين هذا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله قدم أخونا الشيخ محي الدين ترجمة نانسي قنقر